اخ يا ابني وانت احترت كتير هلأ مو هيك بالنهاية بكل عائلة بتصير هيك شغلات بدك للحقيقة انا محتار كتير وما بعرف شو بدي احكي يا امي كتير مصدوم يعني الانسان كيف ممكن يساوي هيك شي ويعرض حياة عمه للخطر خبت الرسالة اللي بتنقذ حياته وكمان ممكن بهالرسالة تباعد كل عائلتنا عن الخطر بس هي خبتها وما اظهرتها يارين سيئة كتير لهالدرجة لا هي معنا سيئة بس اتصرفت بولدني وبعدين صار فيه سوء تفاهم بالقصة يارين كانت ناوية رجع رسالة العمه ابني سمعني ما في اسهل من الهدم بحياتنا بس البناء صعب برأيي تفكر ولا تختار السهل وتقهر حالك وتقهرنا انا كنت بدي ابني حياتي معه حبيتها وخطبتها مو سهل علي يقول هالشي بس ما راح اقدر كمل لا وقف لا تساوية ما بتتخيل قدي الصعب علي احكي لك هاد الشي باعتباري امه بس انا راح اقوله لا تعمله لو سمحت خلي الخاتم باصبعك سمع شو بدي اقولك تمام يارين عنده تصرفات غبية وعنيدة كمان وانت صرت بتعرفها هارون بس راح يزبط كل شي مع الوقت ورح تتحسن ورح تتجاوز هالولدنية اللي عندها بما انك بتعتبرني امك ممكن تسمعني هارون لا تاخد قرارك بهالسرعة انا بحاجي لشوية وقت مش هنفكر هلأ عن اذنك يا امي ماشي فكر ابني بس لا تنسى اللي قلتلك يا ماشي ليك احيانا ما بتكون الامور متل معنا مبينة مو هيك بالحقيقة كل شي معنو متل مو مبين بس للأسف انت فرستنا الاخيرة اشتركوا في القناة